إنني صاحب سيارة أجرة وفي يوم من الأيام عرض علي صاحب الفندق أن أتعامل معك على إيصال بعض المسافرين الذين يسكنون عندك وشرط أن يأخذ خمسين ريالا على كل حملة أي على كل رد فهل هذا جائد علما بأنه اتفق مع الركاب بمبلغ مئتين ريال للمطار ونحن نذهب دائما بمبلغ مئة وثلاثين إلى مئة ريال فما هو توجيهكم جداكم الله خيرا الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد الواجب على المسلم الصدق في المعاملة وعدم الغش وعدم ارتنام غفلة الغافلين الذين لا يعرفون الأسعار ولا يعرفون أعادة البلد ولا ينتهي الإنسان هذه الفرصة ويزيد عليهم في الأسعار أو في قيمة الأجرة المحددة في البلد لأن الصدق واجب والكذب حرام وأخذ المال لغير حق حرام وصاحب الفندق حينما أخذ مئتين من الراكب إلى المطار في حين أنه سعر والمقرر أقل من ذلك هذا يعتبر من الكذب والباطل فلا يجود له هذا وأما ما شرط عليك بأن يأخذ منك نسبة معينة فهذا إن كان من باب ما يأخذه السمسار بين الزبون وبين الطرف الآخر فلا بأس بذلك لأن هذا يعتبر مقابل تعبه ومقابل كلامه مع المسافرين ومعك فإن كان من هذا الباب فلا بأس به أما إذا كان غير ذلك إنه لا يجيسنا جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم